حلو التقرير الأول وحلو الصور وحلو طبيعية الصور المتاخدة للأولاد الفكرة دي جات إزاي؟ إحنا بدأنا في لايف ستريت عموماً بدأنا من سنة ونص تقريباً تمام مين إحنا؟ مين بدأنا دي؟ انت فريق عمل شكلكم الفكرة جات لأول وبعدين بدأت يدخل معي ناس بعدها نكون تيم وكده تمام فيه بيبقى فيه ووك عالمي يعني كل سفت في أكتوبر كل سنة فالفكرة جات من هنا بقى أنه يبقى في تيم بس بيسلط الضوء على تصوير الشارع بشكل خاص يعني تمام فبعد ما كمنا سنة قلنا طب ما نعمل معرض بقى يعني نعمل فيه نحنا كمنا سنة وفي نفس الوقت نصلط الضوء على تصوير الشارع ونعرض صور اللي حنا نصورها بقى خلال الأوتنج اللي حنا ننزلها وكده طيب إيه اللي خل الموضوع تنقل من هو موجود مثلا على سوشال ميديا من خلال صفحة أو من خلال الجروب اللي معاكم يكون يتعمل له معرض بقى كبير نجاح الصفحة مثلا أو نجاح قبال الناس إنها تتفرج عليه إيه اللي حصل إحنا يعني إحنا كمصورين يعني ما بناخدش مقابل مادي في تصوير الشارع فبيبقى المقابل اللي احنا بناخده طيب الحدف مادي أصلا بقى ما دون حاجة بقى إن احنا نشوف صورنا متعلقة والناس تيجي تشوفها وكده فجات بقى إن احنا نعمل حواديد الشارع عشان الناس تبتيجي تشوف صور بقى نتاج الفترة اللي فاتت اللي احنا اللي حصل مين اختار المسمدة؟ حواديد الشارع؟ احنا عملنا بوط في التيم وكان أكتر اسم الرحيل هو حواديد الشارع لأن احنا كنا عايزين نحكي القصص اللي احنا بنشوفها في الشارع وكده حتى البوستر اللي احنا عاملينه للمعرض بيعني تحسوا حدوتة كده طبع ده اللي اختارتوا بيه الاسم طبع اختارتوا بقى الصور اللي اتعارض في المعرض زي عطتوا شروط معينة مثلا إن لازم تكون في الشارع إنها تكون مثلا في أحياء معينة وليما حطوا الشروط لا كان فيه شروط بس يعني كان شروط المحاور معينة احنا عندنا ثلاث محاور محور بورتري الشارع ولقطة شارع وحرف يدوية ده اللي احنا كنا عايزين نسلط الدوق عليه كان ان انت بتقدم كمصور بتقدم صورتين واحنا بنقبل منهم الصورة الاقوى وبنتبعها وبنعرضها في ده مين اللي بيقبل يعني مثلا عاملين زي لجنة التحكيم من الفريق بتاعنا اللجنة الاولية كانت من الفريق بتاعنا بعد كده اللي بيفوز بقى في المسابقة دي اللي جوه المعرض معنا اربع محكمين يعني الساس كريم نبيل وكريم سليمان وحمد شارمي ومجد إبراهيم يعني الاربع دول دول يعني الناس عظيمة جدا دول اللي بيختاروا في الاول الصور اللي تخش في المعرض او تخش في المسابقة ولا دول اللي بيحكموا على الصور داخل المسابقة اللي داخل المسابقة بقى عشان يدهم مراكز يعني هو المحاور وكده طيب انت قلتيني مقسمينها ثلاث حاجات بورتري الشارع ولقطة شارع وحرف يدوية وحرف يدوية حرف يدوية ايه ان الصور مثلا تروح لصناعية ورجالتنا الموجودين مثلا من العمال والكلام دي كله يصوروا يعني من صلص دوق على فيه حرف بدأت يعني تنتهي زي حاجات زي السجاد اليدوي والخذف والفخار وكده ومش كل الناس يعني بتشوف الحاجات دي فاحنا كنا عايزين نظهر الحرف دي طبع حتى تلاقي فيه حرف مميزة جدا في المعرض ان شاء الله ناس مشاركة بيها اذا المعنى او الهدف من المعرض مش بس عرض الصور للسادة المصورين وعرض شغلوهم لا انت فيه رسائل كمان ضمنية في المعرض اعتقل مظبوط ان احنا اصلا يعني المصور عموما عينيه بتشوف الحاجة غير الناس العادية انت ممكن تنزل المكان كده وتعدي عادي احنا كمصورين لا باخد بالي بقى اي مبصوريش ليه بتعدي عادي انا باخد بالي منطلع الحاجة الحلوة اللي فيها او بالباقي بنصالة الدوق علي وبين كمان اماكن مش كل الناس تقدر تروحها يعني يعني احنا مثلا روحنا في المنوفية فيه كارية اسمها كارية جريس دي تنعط الفخار دي كارية عظيمة جدا يعني والناس هناك حلوة جدا بسا كلهم شغالين في الفخار بسا كلهم مهتمين ان ده مصدر داخلهم يعني البيت اصلا انت بتدخل البيت هو بيعمله فخار جوة البيت ومفيش مصدر دوق خالص غير اللايت اللي داخل من الفوق يعني الشمس وكنه فالكارية هناك حلوة جدا وكانش حد يعرفها خالص احنا اكتشفناها في شهر الثمانية اللي فات وقلنا نروح وكنا اول ناس نروح نصور حتى الناس كانت لسه اللي هو ايه مغضو ده شوح طبعا فبس يعني قلنا نصالة الدعاء ده هتلاقي صور منها كتير في جريس فعلا ايه الصورة دي؟ ايه الأمر اللي انا شاب في الصورة دي؟ ده ده شور في الجيزة ده برضو كنا اول ناس ننزل نصورهم وكده هم عرب وكده موجودين في المنطقة دي ونزلنا بقى نصورهم لان هم ملامحهم كمان مميزة جدا فبتكذب المصور الجامل طبعا فده أمر فيها بتعامل الناس معاكو ازاي يعني شايف فيه فرحة في عين الولد يعني هو مفصوط انك بتصوري الناس بتتعامل كلها معاك وكده يعني فرحانين انت بتصوروهم او متفاهمين؟ لا الحقيقة لا يعني احنا في الاول بنحاول ننزل قبل اصلا ما ننزل كجروب طبعا ننزل احنا اتنين تلاتة كده نكسر الرهب عند الناس ونطمنهم يعني يتعاملوا معانا ونصورهم وكده مش كل الناس يعني ناس قليلة بتبقى خايفة او قلقانة من الموضوع الولد مكسوفة او مش بتعودة على مضوع تصوير؟ او انت او هتصورني وتوديني فين يعني بس فبنحاول نكسر ده مع الاطفال برضو بنحاول يعني مش لو ندخل نصورهم كده على طول لازم نتعامل نهزر فيه الناس منهم كمان يعني احنا طريبا معظم اللي بنصورهم بندخل بيوتهم وبيبادلوا صحابنا بقى بعدها يعني هنكون مش عارفينهم بس بنكمل مع بعض اشتركوا في القناة